وعلوانكم ان في ذلك لا يأتي للعالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الامر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الله ففي هذه المرحلة المحتدمة من تاريخ الأمة في هذه المرحلة الساخنة جدا الواحد تصور لو احنا عملنا نشرة أخبار لأحوال الأمة الوقتي لو عملنا رصد للي حصل في آخر شهرين ثلاثة بل قد يكون في آخر أسابيع قليلة لو عملنا اللي حصل والأحداث الجارية في حياة الأمة في خلال نشرة أخبار وفي صورة نشرة أخبار هنوصل لإيه إخواني الوقتي يعني كان قبل كده كل سنة في خبطة بنتخبطها السنة دي شتم ورسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة تقوم السنة اللي بعدها احتحصروا غزة والأمة تقوم الوقتي ده مش عادة كل شهر في خبطة ده كل يوم ده كل يوم احنا لو حصرنا بس الحاجات اللي حصلت الفترة اللي فاتت ديسكو لامكة أو ديسكو لامكة أو ديسكو تيكا لامكة الديسكو صالت الرأس اللي اتعملت في اسبانيا على شكل مسجد من المساجد وسميت باسم مكة ويرقص فيها الأوروبيين والأوروبيات وحوالهم آيات القرآن معلقة وآذب الصور وموجود بالصور الحدث اللي حصل في سويسرا من منع المآذب الحدث اللي اتخذ رئيس الجمهورية الفرنسية من من منع اي وحدة منقبة ان تأثير في اي شرع أو حارة من حواري فرنسا بلجيكا منعت تماما تواجد اي منقبة في اي مكان عام أو خاص داخل اراضيها امريكا حرق المصحف والتهديد مرة اخرى بحرق المصحف مرة اخرى انجلترا لندن مؤتمر احتفال بموت السيدة عائشة عليهم من الله ما يستحقون كل مكان هتبص فيه للعالم غزة الف يوم مروا على احتلال غزة او على حصار الخانق لاكبر سجن في البشرية كلها وهي غزة ولكن المآسي يا اخواني مش هتمسينا يعني الواحد وهو يطلع يعني كل الاوراق اللي حوالي اللي معايها الوقت ليت ملفات ملفات دامية دامية في حياة الامة موجودة الان حاليا هنتكلم عنها ولكن الخبر اللي افزعني والملف اللي يعني يقض النوم من مضاجعنا والملف اللي يشيب له شعر الرؤوس ان في خلال ايام هتحصل كارثة اللي من الصفيق في خلال ايام عايزين نذير ونفير قبل هذه الكارثة في خلال ايام ستنفاصل جنوب السودان عن شمال السودان تماما وستصبح دولة مستقلة بعلم مستقل باسم مستقل بسفارات في كل الدول مستقلة باقتصاد بكل شيء في حياتها مستقلة ستولى الدولة جديدة المفروض يعني ان هي دولة من دولة انها مكان من اماكن الاسلام في خلال اسابيع قليلة هيبطر طرف من اطراف الاسلام في خلال اسابيع قليلة هيزبح جزء من جسد الاسلام في خلال اسابيع قليلة يعني بينا وبينها عشر اسابيع بالصبت يا اخواني عشر اسابيع بينا وبين استفتاء انفصال جنوب السودان اللي الدول العالمية او الغرب فرضوا على السودانيين استفتاء جنوب السودان في الانفصال عن السودان جنوب السودان ده ربع سودان جنوب السودان ده امتين وخمسين الف متر مربع جنوب السودان ده تلاتة مليون بني اهدب الناس فاكرين ان جنوب السودان ده تلاتة مليون يعني ايه يعني كله نصارى بقى فالنصارى عايزين يفسروا الكلام ده وهم جنوب السودان اساسا لم يكن لا نصراني ولا اسلامي عشان نعلم هذه الحقاق جنوب السودان كان معظمه وثني معظمه 65% منه وثنيين اعلى احصائية رسمية عملت على الاطلاق لنسبة النصارى فيه 17% ولتزال اعلى احصائية عملت عن نسبة النصارى في جنوب السودان بنسبة المسلمين في جنوب السودان باعتراف الكنائس الافريقية ودي مش احصائية لرسمية ولا غير رسمية والعربية ولا احصائية الكنائس الافريقية 30% 30% من 3 مليون بني ادب يعني احنا عندنا مليون مسلم الوقت في جنوب السودان مليون مسلم هيتعامل فيهم ايه لو جنوب السودان اتفصل مليون مسلم مصرهم ايه مليون مسلم هيحصل معهم ايه يا اخواني احنا على مشارف كارثة انفصل جنوب السودان قول يا سيدي فيه مليون مسلم ومليون نصراني ومليون وفن الوقت في هذه الارض اللي بيحكمها الاسلام في هذه الارض التي لا تتكلم الا اللغة العربية اللي منعوها الوقت منع تام من الجامعة بتاعتها في هذه الارض اللي الوقتي انا حاسس ان كأن الغرب الوقتي مسك السكاكين والمشارط وقاعدين قدام جسد الامة وبيستعدوا البتر طرف من اطرافها يا اخواني والله يعني الواحد من كلنا ان شاء الله مسلمين متفاعلين مع هموم الدن كلنا قلبنا تحرق مع قضية شك سيدة عائشة كلنا قلبنا تحرق مع قضية حرق المصحف في امريكا ولكن لما بدأت اطالع احداث جنوب السودان وملف جنوب السودان انا حسيت يا اخواني ان كل اللي حصل ده مرتب ومدبر امر حرق المصحف في امريكا امر التعاون الشاعة طبعا معروف اصلا ان الشاعة هم والامريكان شاعة اهل البيت الابين ولكن شاعة اهل البيت النبا والمعروف مدى التعاون الرهيب اللي بينهم وين بقى انا موقن الوقتي ان ما حدث في الفترة السابقة لم يكن الا الهاء لمشعار المسلمين او في جزء من هذا متعمد ان في الفترة اللي لسه اسابيع الاستفتاء والجزء هيتبطر وخلاص في الفترة ده هي المسلمين وحال الناس بقى يشتموا النبي بتاعهم شوية عليه الصلاة والسلام وناس يحرقوا المصحف ويهددوا بحرق تاني وما بيعملوا ايه الواحد حتى كان مستغرب ومعارزين يحرقوا تاني ليه وناس يشتموا في السيدة عايشة وفي الرموز توهوهم بقى وهيجوا الامة كلها في هذه القضايا عما نقدر نتبح الحتة دي من ارض الاسلام عما نقدر نفصل الحتة دي من ارض الاسلام جهود رائبة اللي الواحد اكتشفوا ان بقى لهم ميت سنة كاملة ميت سنة بيسووا قضية جنوب السودان على نار هادية ولم يعد بينهم وبين قطف الثمار اللي بقى لهم ميت سنة بيفلحوا فيها اللي بقى لهم ميت سنة بيزرعوا بيها اللي بقى لهم ميت سنة بيضحوا عشان لم يعد بينهم وبين قطف هذه الثمار الا اسابيع قليلة عشان كده يا اخواني ده نفير ونفير لكل دعاية اسلامي يقدر يسر القضية لكل بحث تاريخي لكل شيخ من مشايخنا المهتمين بالتاريخ لكل انسان غير على الدين حتى من ارض الاسلام هتنزع وهتتحول الى اندلس اخرى حتى لا تتحول جنوب السودان الى اندلس اخرى يا اخواني حتى لا تتحول ربع السودان اللي فيه تسعين في الماء من بترول السودان ربع السودان اللي فيه ثروات تكاف ومناجم دهب تكاف في افريقيا كلها ربع السودان اللي لو زرع ده هو يكاف انه يأكل قارة افريقيا كلها حتى لا يتحول هذا الى اندلس اخرى يعني اندلس اخرى قريبا لسه قريب اوي كانت اسبانيا بتحتفل بخروج اه بمرور خمسمائة سنة على خروج اخر مسلم من الاندلس كانوا لسه بيحتفلوا شيء مؤلم وانا بقرأ في التاريخ وبقرأ عن اللحظة اللي الاوروبيين دخلوا فيها في اسبانيا في الاندلس في اسبانيا والبرتغال واللحظة اللي رفع فيها الصليب على قصر الحمراء قصر الحمراء قصر الخلافة الاسلامية قصر الحمراء اللي خرج منه الخلفاء وحكمت منه اوروبا وخرجت منه جيوش الفتوحات اللي وصلت الى جبال البرانس في فرنسا قصر الحمراء اللحظة اللي دق عليه الصليب فيها اللحظة اللي اصبح فيها رمز صليبي وانا بقرأ فاتذل عن هذه اللحظة حاسيت ان انا خنجر بيطعن في ألبي حاسيت ان احنا قدى بقضية ازاي حاسيت ان احنا بنرقص على اشباه الاسلام ان احنا بنرقص على جراح دينا ان احنا متغافلين او غافلين عن جراح الاسلام ما احناش حاسين الدين ده الطعن ادي ايه والدين ده مجروح ادي ايه واحنا عادين كل قضيانا فين قضيانا من قضايا دين فين حياتنا من حيات دينا واحدة يقول احنا نعمل ايه ولا ايه انت بتقول الوقتي الديسكو لامكة ده انت بتتكلم بجد انه عامله مسجد في اسبانيا اسبانيا دياليا كانت الاندلس في يوم الايام وسموه مكة ومأزانة ومنبر وآيات قرآن من جوة ومسجد وزخرافة مسجد من بره ومن جوة وهو ديسكو وبيروح تلات تلاف شاب وفتاة اوربيين كل ليلة بيردوه يرقص فيه وكلفوه تلاتة مليون دولار يعني انت بتتحدث كلام جد ان ده حصل وان اسبانيا وان سويسها منع فيها المأزن وان فرنسا منع فيها النقاب وان بلجيكا منع فيها النقاب حتى في اي حراء ولا في اي شرع وان امريكا طب احنا نعمل ايه في كل ده حبيب قلبي امال ايه امال ايه صحابة رسول الله صلى الله وسلم هم ورسول اللي عليه الصلاة والسلام خضوا مية وتلاتين معركة في تسع سنين مية سرية وتلاتين غزوة مية سرية وتلاتين غزوة مية سرية يعني كل شهر سرية كل شهر حرب من اجل الاسلام وتلاتين غزوة يعني كل اربع شهور غزوة يعني الصحابة ما كانوش بيناموا ليه كانوا من جهات لجهات ليه يا اخواني احنا يجب ان ننتبه الى قضية الخطيرة قضية ليه الصحابة عملوا كده لان الواقع كله كده النهاردة ضربة من مكة بكرة ضربة من فقيف بعده ضربة من قبيلة مجورة بعده ضربة من منافقين ولازم نفضل مستيقظين ولازم نستحمل ولازم نتعبش ولازم نفسنا لنصر الدينة يبقى نفس طويل طويل يا إخواني يا جماعة ده حروب الفتوحات يتخيلوا حروب الردة انتهت في محرم 12 هجرية حروب الردة انتهت في محرم 12 هجرية الفتوحات الإسلامية للعالم ابتدأت في محرم 12 هجرية يعني ما كانوش بينامهم بعد ما حربوا في اكتر من مئة جبهة على المرتدين في اليوم اللي انتهت فيه حرب المرتدين بمعركة اليمام والانتصار فيها كان اليوم اللي بدأ في الانطلاق الى فتح بلاد العالم وفتح بلاد الفرص يا اخوان انا عايز اقولكم ان احنا الوقتي لازم نشيل عشان دينا لازم نستحمل زي مستحملهم الوقتي انا جاي احذر كل ليلة من كارثة جاي احذر كل مسلم غيوع دينه جاي احذر كل انسان عامل لدين ربنا جاي احذر كل انسان خايف انه يلقى الله وربنا يقول له انت تولت عن ديني ليه ولا تولوا عنه وانتم تسمعون بحذركم ان في كارثة هتحصل يوم تسعة واحد الفين واحداشر تسعة واحد النهاردة ايه النهاردة خمسة وعشرين تسعة او خمسة وعشرين تسعة يعني لسه شهرين او ثلاث شهور تقريبا على هذه الكارثة كيف ماذا سنفعل كيف سنتحرك ماذا سنفعل من اجل دعم الدعوة في هذه الاماكن ومن اجل توصيل الدين لهذه الاماكن ومن اجل اثارة هذه القضية في الامة ومن اجل توصيل صوتنا لكل جنوب السودان ان انتوا دولة لو انفصلتوا انتوا بتدمروا نفسوكوا انتوا بتدمروا نفسوكوا انتوا بتحولوا نفسوكوا لمجندين من اجل مصالح الدور الغربية في هذه المنطقة اخواني في الله يعني يجب ان ننتبه الى خطورة هذه القضية يجب أن ننتبه إلى خطورة هذه القضية يجب أن ننتبه إلى فضاة هذه القضية معنا اتصل أهلا وسهلا السلام عليكم أهلا ومرحبا بك في قناتك قناة الحكمة الله يبارك في حضرتك أهلا وسهلا شرفنا في حضرتك أهلا وسهلا الحياة نريد أن أعلق على كلام فضلتك في سؤالة جنوب السودان اللي هي جاءت في الوقت بالرغم أننا في حملة أنصار عائشة من ضمن الأطرحات الخاصة بأنصار عائشة والدفاع عن الدين بشكل عام وأنا أحييك على اختيار الأمر في هذا الدوقيت وعايز أضيف مسألة خطورة ما تكلم به الأنبا بشوي في الأيام الماضية في مصر وكأنهم يريدون إحداثة فتنة طائفية يعني تخدنا كأننا جنوب سودان وشمال سودان تاني يعني النهاردة مجمع الوحوش الإسلامية الساعة خمسة تقريبا أصدر بيان مهم جدا إدانة هذا الكلام الأنبا بشوي ومطالبتهم الرئيس مبارك بالتدخل الفوري لوقف هذه الفتنة وأعلنوا بنتها الوضوح أن مصر بلد دستورها الإسلام فكان حقيقة موقف مشرف لشيخ الأزهر وصادمة المفتي وعلي وزير الأوقاف وإحنا الحقيقة كلنا لازم نتكاتف في وقت هذه الفتنة في مهدها يعني محاولات الأنبا بشوي لإثارة الكلام على القرآن أو على أن المسلمين ضيوف هذه البلد هذه أمور تصير الفتنة فلابد أن يسكت هذا الرجل حتى تخمد الفتنة في مهدها وأرجو أن حضرتك تربط بين الحدثين إذا رأيت ذلك نافعني ربنا يبارك في حالة دكتور وسام شغفنا في هذه المداخلة القيمة الله يبارك حالة يعني طبعا دكتور وسام أصار قضية يا إخواني قضية خطرة جدا قضية تصريحات الكنيسة المصرية في هذه الأيام بأن المسلمين ضيوف ضيوف يعني إيه؟ يعني الكلمة دي إخواني فيها دلالة خطرة جدا عارفيني هذا الموضوع من ضمن القضايا اللي أنا عايز أتكلم فيها ليلة فعليا أنتو عارفين يا إخواني يعني هذه القضية معناها إيه؟ ضيوف يعني هو عاد تفتكرون المسلمين دول هم النصارى بتوع مصر زمان لا ده أنتو الوفدين العرب اللي جيتم وزدتو في البلد قوي وتقالي بقيتو أنتو معظم السكان إنما النصارى زي ما هم لا اتبعوك ولا مش وراكو إلا اللي اضطر مكرها لأنه مش قادر يدفع الجزية إنه مش وراكو سبحان الله عن الافتراءات يا جماعة يوم المسلمين دخلوا مصر كان عدد المسلمين خمس تلاف وكان عدد نصارى مصر نص مليون نص مليون أنا عايز أي متولي حسابية في التاريخ تحسب إن خمس تلاف بعد هذه القرون بقوا تمانين مليون وإن نص مليون لا يزالوا يعني قريبا من هذا العدد بقليل أنا عايز أي متولي حسابية تحسبها هما مش راضين يعترفون إنه متهزموا قدام الإسلام مش راضين يعترفون لقا أصلنتوا دخلوا في الإسلام غصبا عنهم عشان الجزية مش قادرين يدفعوا الجزية طب يا حبيب قلبي المقوقف حاكم مصر قبل ما عمر بن العاص يدخل بيوم واحد مصر كان بيدفع لروما عشرين مليون دينار دهب سنويا جزية بيلومهم من الشعب المصري لما دخل المسلمين اللي ما أسلموش دفعوا وكان الشعب كله وقتها غير مصر دفعوا عشرة مليون يعني نص التمن بس يبقى إذن كان أولى بيهم إنهما ما كانوش يقدروا يدفعوا الجزية الروم وكانوا يتبعوا عدين روم ليه روم دبحت فيهم ومرضوش يتبعوا عدينها لأنهما أرثوذوكس وروما كاثوليك ليه دبحتهم ومرضوش يتبعوا عدينها وليه لما دخل الإسلام الكل الكل انطلق إلى الإسلام وأقبل على الإسلام سبحان الله العظيم من الحاجات العجيبة جدا يا إخواني الدين ده قوي جدا بس لو لقى رجالة الدين ده قوي جدا بس لو لقى حد يشيله انتو عارفين انا اشارطل كل وقت اللي حصل في سويسرا لما واحد واحد يا اخواني واحد اسمه دانيل ستريتش او دانيل ستريتش هذا الرجل من احد الاحزاب المتطرفة في سويسرا اقام حملة في سويسرا كلها من اجل منع اي مئزانة تطلع في سويسرا ممنوع سويسرا اصلا سويسرا اربعة في المئة منها مسلمين هي اصلا 7 و 16 مليون يعني سويسرا فيها حوالي 300 الف مسلم 300 الف مسلم لهم 100 مسجد طبعا معظمها قوة صغيرة كده في اماكن مش باينة منها اربع مئزن بس كل اللي في سويسرا مئزن اربع مئزن دانيل ستريتش عمل حملة رهيبة انتشرت في كل سويسرا من اجل منع اي مئزانة تقوم وفعلا الشعب صوت بالاغلبية من اجل منع المئزن ده كلام خطور جدا وكبير جدا وكلام يستفزينة او مال انت بتقوله اني ليه يعني انت الوقت بتقوله الاسلام قوي طب مال ده بالاسلام قوي المفاجأة ان دانيل ستريتش ذلك الرجل الذي اقام سويسرا كلها من اجل منع اي مئزانة تصعد في هذه الدولة ذلك الرجل الذي اقام الدنيا كلها حربا على انتشار اي مسجد في اوروبا هذا الرجل اسلم وفيلم الاسلام بتاعه موجود على اليوتيوب وصورته بعد الاسلام ومولتحي يعني موجودة معي ذلك الرجل دانيل ستريتش اسلم واعتزل الحياة السياسية هناك وكل المؤسسات الاعلامية اللي اقامت الدنيا في الحملة بتاعته من اجل منع المآذن لم تتحرك لها بد تشفى حينما اسلم او تقول انه اسلم ذلك الرجل دانيل ستريتش اللي كان حلم حياته انه يحارب المساجد في اوروبا النهاردة قضيت حياته انه ينشر المساجد في اوروبا اما اسمعت الخبر دا وقاراته قلته سبحانك يا رب الدين دا قوي يا جماعة الراجل دا كان بيحارب الدين بس وعنه مش عارفه بيحارب دين ربنا ومش عارف الدين بيحارب الاسلام ومش عارفه اما بدأ يقرأ عنه واما بدأ يعرفه اسلم واساب كل حاجة وتحمل برأس مرفوعة اي كلمة انتقادة توجه اليه حبدالله ابن سلام بعد ما قاله حبرنا وابنه حبرنا قاله اسفلنا وابنه اسفلنا وجاهلنا وابنه جاهلنا اتحمل كل اللي هيتقال له انتو عارفين ساعت افتكرت ايه افتكرت عكريمة من ابي جاهل اللي كان واقف ماسك ميمانة الجيش في احد وبعد كده بقى قائد من قوات اليوموك افتكرت خالد من الوليد اللي كان ماسك ميصارة الجيش في احد وبعد كده اللي كان ماسك الميمانة عكريمة الميصارة خالد القلب أبو صفيان التلاتة بقى من قوات جيوش الإسلام لما عرفوا الدين لما بدوا لنفسهم فرصة يسمعوا ما هو الإسلام احنا يا إخواني محملين بقضية يا إخواني جنوب السودان اللي بتكلم عنها دي لحد سنة 1970 لم يكن فيها نسبة نصارى أصلا لم يكن فيها نسبة مؤثرة يمكن أن تعد من النصارى أصلا الوقتي لما يجي يقول لك 17% نصارى يعني نصاروا الوثنيين واللي عملوا ايه الموضوع ده طرع الزيت احنا فين من مئة سنة وهم بيحاولهم من مئة سنة من مئة سنة وهم بيحاولوا أشد المحاولات من أجل تنصر هذا الجزء أين نحو أنت فين انت دورك إيه انت عملت إيه يا إخواني احنا مستنيين لما يحصل الانفصال وبعد كده المليون مسلم اللي في الجنوب دول هيعملوا إيه هيطرى هيعملوا إيه هيعملوا معهم زي البصنة والهرطق ويبيدوهم ويقفلوهم هيعملوا معهم زي الأندلس فاكرين اللي حصل في الأندلس عشان يقضوا على أي مسلم الأندلس يا إخواني مش معادش فيها ولا مسلم ده معادش فيها ولا قبر مسلم ده مرضوش حتى أن قبر مسلم يفضل فيها حتى القبور لا مسلم حي ولا مسلم ميت أبدوهم وكانوا بيحتفلوا بخروج آخر واحد عشان ينجم حياتهم من المسلمين مرور خمسمائة سنة على هذا الموقف الأندلس يا إخواني كانوا لما كانوا بيفتشهم على هذه حملات التفتيش دي التعذيب الرهيب اللي كانوا بيعذبوه حتى يقضوا على الإسلام وعلى أي مخالفين في أراضيهم لقوا عاملين مكان تحت الأرض مكان يجيبوا ناس يحطوا رؤوسهم جوه سنديق وينقطوا على نقطة مية كل دقيقة لحد ما يصابوا بالجنون ويجيبوا ناس يحبسوهم بتوابيت نايمة أو وقفة لحد ما يموتوا في مكانهم ويتعفنهم في مكانهم ويموتوا في هذا المكان ومحبسين ويجيبوا ناس ويجيبوا توابيت فيها سككين يقفلوها عليهم فتتمزق أجسادهم ويعذبوهم بأسلاك شائكة طالع منها البروز بتاعتهم عشان يقطعوا لحمهم ويقطعوا جسمهم مناظر تعذيب مهولة مناظر تعذيب لا يتخيلها إنسان أصلا يطرى المليون مسلم دولة يحصل فيهم إيه؟ هيحصل فيهم كده ولا يحصل فيهم غير كده؟ هيحصل فيهم إيه؟ حتى لا تصبح جنوب السودان أندلوسا أخرى حتى لا تصبح جنوب السودان هندا أخرى لا تصبح السودان هند أخرى الهند دي كانت دولة واحدة كبيرة بعد كده قالوا لا إحنا حطنا أطعنا المسلمين ما بين الهند وباكستان نقطع باكستان كمان أطعوا باكستان بنجلاديش وباكستان بعد كده قالوا لا إحنا نعمل حتة بقى ربع عصمها كشمير ما بين الهند وباكستان يفضلوا ويتحربوا عليها أطعوا المملكة الهند الإسلامية الأربع دول هند بأغلبية وثانية باكستان بنجلاديش كشمير بيقطعونها جماعة اللي بيحصل ده ده مخطط وما عايزين يقطعونا عشان لما يجوا يلتهموا الأمة يلتهموها وما حدش قادر يقاومهم المجودات اللي بوزلت منهم في جنوب السودان مجودات مخزية تخزي القلوب أمريكا بتدفع سنويا لجنوب السودان مليار دولار دفع لغاية الوقت ستة مليار دولار عشان تدعم الجيش اتفقت مع الجيشين خاصين لأن أمريكا فيها جيوش خاصة مش بس الجيش بتاع الدولة جيش بلاكووتر وجيش تاني يعني من الجيش اللي هو دين كورب والجيش بتاع دين كورب دفعت لده مئة مليون دولار ورد أربعين مليون دولار عشان يجوا يدعموا الجيش بتاع جنوب السودان الجيش بتاع بلاكووتر شرط عليهم إنه ياخد خمسين في المية من مناجم الدهب من بعض مناجم الدهب اللي في جنوب السودان رايحين ياخدوا ثروات الأمة رايحين ياخدوا المكان اللي فيه ثروات للأمة والمكان اللي فيه مسلم الأمة يا اخواني في الله الجهود اللي بزلوها رهيبة من مئة سنة انجلترا لما كانت محتلية السودان عمل الجنوب السودان منطقة مغلقة ممنوع مسلم يدخل فيها التجار المسلمين اللي داخلين يتجروا اتمنع انهم يدخلوا الوظائف القيادة اللي كانت في ايد المسلمين اتطردوا منها تخيلوا كل الجهود الرهيبة اللي عملوها من اجل تدمير جنوب السودان وبعد مئة سنة جايين النهاردة بيبذلوا وبينصرهم وبيعملوا الجهود ده لغاية ما وصلوا لاتفاع 11-1-2009 اللي بناء عليه ستنقسم السودان الى قسمين شمال السودان وجنوب السودان والعياذ بالله نسأل الله ان يحدث هذا ان لا يحدث هذا ابدا ونسأل الله ان يحفظ السودان ووحدة السودان ونسأل الله ان يحفظ علينا ديننا وان يحفظ علينا ارضنا القضية خطيرة هم عايزين اي ايه من جنوب السودان طب هم مستأتلين عليها او كده اول حاجة يا جماعة جنوب السودان بداية الزنوك بتاعت افراقيا جنوب السودان هي بوابة التنصير الى افريقيا عشان كده احد القصوصة بيقول ان السودان جنوبها لو خدناه يبقى نص افريقيا دخل في النصرانية نص افريقيا دخل في النصرانية بمجرد ان جنوب السودان بقى معانا طب عايزين ينصروا افريقيا ليه لان افريقيا دي بقى ليانا بترول المستقبل عما يكون بترول العرب خلص ياخدوا بترول افريقيا بقى في المستقبل ويشتغلوا به عايزين ياخدوا جنوب السودان عشان ينشروا التنصير في افريقيا عايزين ياخدوا جنوب السودان لان زي ما قال كده يعني واحد من اباطرة السياسة في الغرب ان مصر الشجرة جذرها في منابع النيف كل ما سيطرنا على الجنوب خنقنا مصر اكتر فلما ناخد الاماكن اللي تحت دي كلها احنا بنخنق مصر وما بيخنق مصر بيسحفوا تدريجيا على مصر عايزين ياخدوا جنوب السودان ليه جنوب السودان مليانة مناجم دهب ومليانة اراضي زراعية خصبة ومليانة تسعين في المية من بترول واحتلاط بترول السودان يمكن من اكتر تلت دول في افريقيا كلها فيها بترول وغير ان هم لما يشؤوا المسلمين هم كده بيتقدموا زي ما عملوا في العراق وعايزين يشؤؤها تلت تلات وزي ما عملوا في الهند وشؤوها اربع اخسام وزي ما بيعملوا في البصنة والهرسك وبيقطعوها وزي ما بيعملوا الوقت في السودان وبيشؤوها وزي ما بيعملوا في نيجيريا الدولة الاسلامية وبيشؤوها نصيد هم عايزين يأسمون عايزين يضمرون فماذا نحن فاعلون ماذا نحن فاعلون يعني انا الليلة الغرض الاساسي لهذه الحلقة التحذير النذير النفير قبل هذه الكارثة حالة استنفار عامة يجب ان تقوم واستدعاها يا اخواني سيدة عائشة سيدة عائشة رضي الله عنها سيدة عائشة دي امنا امي وامك امي عائشة ان شاء الله بإذن الله الوحدة يبدأ حملة يعني امي عائشة في اذن الله سبحانه وتعالى امنا ولكن احنا يا جماعة مش عايزين قضية الشعر دي قضية بقالنا قرون معاهم فيها ده قضية قرون انما قضية جنوب السودان دي قضية اسابيع قضية يا الامة تقوم وتحسس الغرب ان احنا موجودين وان الامة لها صوت وان الجريمة دي مش هتمرر وان احنا مش هنقولها عنا يا اما خلاص يبقى نوطن انفسنا ان جزء من اراضي الاسلام هيوزبح وجزء من مقدسات الاسلام هيتخذ وجزء من اراضي الاسلام العالم بتاع جنوب السودان اللي عايزين يعملوه عالم في وسطه نجمة بيت لحد يعني رمز نصراني رمز من الرموز النصرانية تخيلوا عايزين يعملوا النجمة دي عايزين يقولوا انها دولة نصرانية رغم من الاغلبية ليست من النصارى ولكن الاغلبية من الوفنيين اللي اقل كلمة دخلهم في الاسلام بعض اخوانا نزلوا في جنوب السودان اخوانا من اخوة الدعوة نزلوا في جنوب السودان فلقوا 18 عامل مباني شغالين الاخ بيقول لي في نص ساعة 18 اسلام وكان معاهم كان موجود معاهم في هذه الوقاعة في نص ساعة 18 واحد اسلام والناس مستنين الاسلام الناس هتموت على الاسلام ولكن احنا عملنا ايه ديننا وهم عملوا ايه دينهم انتو تعرفوا ان هم صرفوا على التنصير في سنة واحدة 181 مليار دولار 182 مليار دولار يعني قد ميزانية مصر في سنة من السنوات السابقة حوالي 30 مرة 181 مليار دولار تتخيلوا ان هم ويطبعهم الانجيل سنويا فوق 50 مليون نسخة طب احنا بنطبع قد من القرآن وبنوزع قد ايه تخيلوا ان في 17 مليون منصر في العالم شغالين في نشر التنصير في افريقيا وفي العالم كله تخيلوا يا اخواني ان هؤلاء الناس لهم مئات الالاف من المجلات والقنوات الفضائية والمحطات الاذعية لنشر التنصير في العالم كله تخيلوا يا اخواني ان هم بيترجموا الانجيل للغات لا نستطيع اصلا ان نعرف انها موجودة على وجه الارض فضلا عن ان احنا نوصل الدعوة الاسلامية اليها تخيلوا الناس بتشتغل قد ايه الناس بتتعب عشان دينها وعشان الاغراض السياسية بتاعتها قد ايه فماذا نحن فاعلون مرة اخرى نشرة الاخبار نشرة الاخبار يا جماعة نبدأ بالعالمية ولا نبدأ بالعربية ولا نبدأ بالمحلية نبدأ بايه نبدأ بالعالمية الخبر جاءنا من سويسرا قانون منع المآذن وتصويت 57% من الشعب السويسري على منع المآذن تماما تماما انه ما بقاش فيه مأذنة لان هذا رمز للزحف الاسلامي وزحف المتطرفين في اوروبا الخبر التاني جاي لنا من فرنسا ان ساركوزي قرر انه هو يعمل قانون لمنع النقاب من فرنسا ولا حتى السياح ولا حتى الخليجيات اللي نزيموا نقابات فرنسا فيها الفين منقابة فكرنا فيهم فكرنا هيعملوا ايه فكرنا هينزلوا الشارع ازاي فكرنا هيشتغلوا اللي بيشتغلوا منهم ازاي فكرنا هيتحركوا في الحياة هناك ازاي وفيه قانون لمنع حركتهم في الشوارع فكرنا نوجه ندق لهم نثبتهم نصبرهم على ما هم فيه فكرنا بس فرنسا يا جماعة يعني احنا مش عايزين نلوم فرنسا دولة اخرى اسلامية جنبنا على طول طردت الفين وخمسمائة منقبة من التعليم لان ما ينفعش الطلبة يشوفوا النقاب دولة تانية جنبنا من الداحية التانية البوليس فيها بيطرد حتى طرحة على رأسها ويخلعها الطرحة بالهروات بالهروات والشوم غصبا عنها وإلا تسجن وإلا تؤذى وإلا وإلا احنا بنلوم لها جماعة وفيه فنادق في بلادنا في بلاد بعض البلاد الاسلامية في بعض البلاد الاخرى مكتوب عليها ممنوع دخول المنقبات احنا بنلوم عليهم ليه؟ اذا كانوا هم لا يعلموا الاسلام وبيحاربوا الاسلام احنا بنرقص على جراح الاسلام يا اخواني بنرقص على جراح الاسلام الوقت تلاقي الناس بعض الناس بعض القنوات بعض الحاجات لما يحصل أزمة من أزمة الاسلام بدل ما يواجه الموضوع مواجهة حقيقة كل دماغة هيكسب زي من وراء هذا الحدث هيزيني زي من وراء هذا الحدث بدل ما يجاهد جهات حقيقي جهات حقيقي على كافة المستويات لحرب اعداء دين الله سبحانه وتعالى الخبر اللي بعد كده جاي لنا من اسبانيا ديسكو تيكا لامكا او ديسكو لامكا الديسكو بتاع مكة صالد ديسكو مكة مرقص بياسع 3000 بني ادم المرقص لو شفتوه شكل المسجد من بره بالزبط بالقبة بالمأزنة حتى جوه منبر حتى جوه ايات قرآنية متعلقة حتى جوه العوامل بتاعت المسجد وزخرفة المساجد ومن بره شكل المساجد بالزبط مسجد لا يمكن تتوقع ان حاجة غير مسجد وهو في النهاية صالد رأس صالد ديسكو ازاي هن لأزيد درجة ولا ينزعدنا الله من صدور اعدائكم المهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهم كيف اخوان كيف وصل الامر الى هذا الحد كيف وصلت الاستعانة فقالك لما جئهم المسلمين الكلام وقال لهم في ايه ده المرقص ده صالد ديسكو دي فتحة من 20 سنة عصبا بس كانت اتقفلت هما مش قادرين يتخيلوا في خلال العشرين سنة دي الصحبة الاسلامية زادت ازاي والوعي الاسلامي في الامة زاد ازاي فلما جوم يفتحوا تاني ولو المعارضة المعارضة الرايبة يظهلوا المعارضة دي طلعت 28 سنة محدش يتكلم الدين بيزيد يا اخواني دين الله بيزيد ولكن من الرجال اللي هينتصر دين الله على ايديهم ده في اسبانيا اصالة الديسكو اللي سميت مكة في امريكا قضية حرق المصحف ثم الارسال مرة اخرى بالتهديد بحرق المصحف مرة اخرى ولا يزالون يستفزون المشاعر ولا يزالون بيتوهوا قضية جنوب السودان وانا متوقع في الفترة الجاية دي انها تفتعل ازمات كتير جدا تهيج مشاعر المسلمين في اقدس مقدسات المسلمين اول امبرح لسه في الاقصى 30 جريح انا متوقع في الفترة الجاية دي انها يحصل ازمات افتعالية هتحرق قلب كل مسلم عشان الكل يستفز نحيتها وينسى وتمر ازمة جنوب السودان من غير ما اي حد يعلق او اي حد يحس بانه احنا ان في حتة من ارض الاسلام بتقطع الخبر اللي بعد كده جاي من لندن الاحتفال بهلك عائشة الله لكم الله 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 عليهم من الله ما يستحقون ربنا يحدي العصاة والكفار او يأخذوا سبحانه وتعالى الاحتفال بموت السيدة عائشة من لندن عائشة الشيعة ملف الشيعة اللي يحرق القلوب الشيعة يا اخواني الان لم يعودوا قوة حقيقية في الامة لانهم اتفضحوا بفضل الله اتفضحوا بفضل الله اتفضحوا قدام الامة كلها ولكن الشيعة الان يا اخواني لا يزالوا خطر حقيقية في الامة خطر حقيقية موجود الشيعة الوقت متوزعين في دول المنطقة كلها انا عايزة انا عايزة اكلم يعني هؤلاء الشيعة يعني يا اهل مصر يا اهل مصر عمر بن العاص اللي لولاه كنت فحمة في جهنم كافر عبر من العصر اللي له كنتوا فحمة في جهنم كافر يا اهل لبنان يا شيعة لبنان يا شيعة لبنان سعد ابن ابي وقف اللي له كنتوا فحمة في جهنم لو لن ربنا سخروا لانقاذكم كنتوا فحمة في جهنم كافر يا اهل العراق يا شيعة العراق يا شيعة العراق سعد ابن ابي وقف والمسنة ابن حارسة اللي له لهم كان زمان كل وقت فحمة في جهنم كافرة يا اهل يا اهل ايران عمر وابن عمر اللي عمر بن الخطاب وابنه ابن عمر رضي الله عنهم اللي ربنا سخرهم عشان تكونوا مسلمين كفرة اللي لهم كنتوا فحمة في جهنم يا شيعة اليمن الحثيين شيعة اليمن يا شيعة اليمن ابو موسى الاشعاري ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد اللي لهم كنتوا فحمة في جهنم كفرة هؤلاء الفاتحين العظماء هؤلاء الفاتحين كفرة يا شيعة المغرب العربي طارق ابن زياد وموسى ابن نصير اللي لهم كنتوا فحمة في جهنم كفرة اي منطق هذا واي عقل هذا يا اخواني اي عقل هذا كيف يقال هذا في هذه الايام انا عايز اتخيل لو رسول الله صلى الله عليه وسلم جيه الوقتي لو ربنا سعى تعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل معايا وكرنا عليه قلنا له يا رسول الله ده في ناس بتقول ان عائشة زوجتك حبيبتك يا رسول الله زانية والعزب الله انها كفرة وفي ناس بقول انه وبكر وعمر اصحابك يا رسول الله اللي شالوا الدين معاك من اول الدعوة الاخيرة يا رسول الله واللي شالوا الدين في الارض بعد موتك يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام كفرة يا رسول الله ده بيقولوا كمان ان القرآن ده محرف وانه ما جيش طولة القرآن الحقيقي وان الباقي مخبيين يا رسول الله ويا رسول الله بيقولهم ان كل المسلمين ده الكفر يا رسول الله ويا رسول الله ام السبب في اسقاط الخلافة العباسية وهم السبب في دخول امريكا العراق وهم اللي دخلوا امريكا افغانستان يا رسول الله اتلوا مئة الف مسلم سني في العراق في الفترة اللي فاتت يا رسول الله الناس دي حكمها ايه تخيل يا رسول الله ويقولوا ان كل اصحابك كفر ان كلهم من اولهم لاخنهم كفر تخيلوا وزوجاتك كفر عليه الصلاة والسلام ويعني تبرأ كل هؤلاء مما يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه لما نقولوا ان فيه ناس موجودين الوقت بيقولوا كده وبيسجدوا للقبور وبيعملوا 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 تخيلوا ويقول ايه عليهم اخواني تخيلوا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء في هؤلاء الحقدة في هؤلاء الفجرة في هؤلاء المارقين تخيلوا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في امثال هؤلاء لغاية الوقت الاخبار العالمية ما خلصتش الاخبار العالمية كتير ندخل على الاخبار العربية هنلاقي في السودان انفصال جنوب السودان يوم تسعة واحد الفين وحداشر الاستفتاء وطبعا جنوب السودان هم مزبطين الدنيا ناج عملوا كل حاجة افلام تكلفة ملايين وودوا لهم وعارضهم فلوس ودوا بضعماء القبائل عشان يجيبوا الناس اللي وراهم تنصير وصرفوا مليارات جيوش وعملهم كل ما يستطيعوا ان يفعلوا قالهم مئة سنة بيعملوه ما قالهم مئة سنة احد الامريكان اشترى هناك رجل اعمال اشترى في جنوب السودان ربا ومئة الف فدان هيعمل بهم ايه يعني نص مليون فدان اعمل بهم ايه وبدأوا الوقت يوزعوا الكحكة بتاع جنوب السودان جنوب السودان ده هتبقى اول دولة لنشر التنصير في افريقيا التنصير في افريقيا لهو مراكز لهو جماعيات لهو كنائس اول مرة هيبقالوا دولة لو جنوب السودان فصلت اول مرة هيبقالوا دولة اول مرة هيبقى في دولة متخصصة في الانطلاق منها الحرب الاسلام في المنطقة كلها لو جنوب السودان فصل لو جنوب السودان فصل هيمرر اصلي جنوب السودان ده عشان تعرفوا الفكرة جنوب السودان يا جماعة هو الواصل ما بين السودان وكل دول الجنوب الافريقي فالسودان لو اتفصل عنها الجنوب اتدبحت اتقطع ما بينها وبين افريقيا جنوب السودان ده هو البوابة اللي هيمسكها هيوصل فكره الافريقيا كلها من خلالها لو الاسلام مسكها هيدخل الاسلام كله افريقيا لو النصارة مسكوها هيدخلوا النصرانيها افريقيا والافرقة غلابة اللي بيدوم سندوتش بيهمش وراء اللي بيدوم اساس الدهو بيمش وراها اللي بيدوم هدوم بيمش وراها الافارقة غلابة في بقص رهيب في تخلف رهيب امريكا منع على شركات البترول العالمية انها تستخرج البترول من كثير من دول افريقيا عارفين ليه؟ لان البترول ده لازم يتعاني لحد ما يخلص بترول للعرب يكون افريقيا تنصرت ننزل بقى وناخذ البترول ده لينا ده ثروة احفادنا بيسموه كده افريقيا عندهم اسمها ثروة احفادنا ده دي الكنوز اللي احنا عينينا ده البوكت ماني بتاع احفادنا اللي هيجو في المستقبل حسبن الله وانعم الوكيل قضية جنوب السودان وانفصال جنوب السودان لو نزلنا في الاخبار العربية هنلاقي غزة جنبنا ذكرى مرور الف يوم على حصار غزة الحدث اللي رغم انه فضيع ورهيب ومؤلم ومحزن اشد الاحزان واشد الايلام الا ان احنا للأسف هنتكلم عن ايه وهنسيب ايه هنتكلم عن ايه وهنسيب ايه لو دخلنا في مصر في مصر هنلاقي لسه اثار مسلسة للجماعة اللي متتابعة لحد دلوقتي اللي شتموا فيها شيخ رشيد رضا شيخ الازر الله يرحمه شيخ محب الدين الخطيب شتموا فيه في الخلافة العثمانية والعباسية والاموية وقالوا ان كل دولدلال كلهم حتى عمر ابن عبدالعزيز بقى حتى الكل اللي انت عايز تقوله اقوله ما تجيبش حد كله من اقوله وشتموا في الدعاء الجدد ويجيب لها دعية جديد وهو بيكلم صاحب قناة وبيقوله انا عايز خمس اضعاف ثماني خمس اضعاف ثماني اكيد يا اخوان الدعاء الى الله سبحانه وتعالى الا متثناء محتسبين على الله ما يفعلوه في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى الى رب العالمين سبحانه وتعالى خمس اضعاف ثماني عايزين يقولوا ايه عايزين يوصلوا الصورة ازاي عايزين يشويوا صورة الدعوة ازاي ويشويوا كل حاجة وحتى الان لا تزلت وباحة موجودة ولا هنتكلم عن المسلمات اللي بعد ما بيسيبوا اديانهم وبيتعطنقوا الاسلام بيختطفوا ولا ندري الى اين يذهبون ولا هنتكلم عن التصرحات الرهيبة بتاعة الكنيسة المصرية في هذه الفترة ضد المسلمين بيقولك المسلمين ضيوف المسلمين ضيوف زيقوا يقولك قال نبي الاسلام كما قال نبي الاسلام في القرآن ذلك القصيص يقول كما قال نبي الاسلام في القرآن هو نبيه الإسلام ولا قال للقرآن هو السيدنا محمد عليه وسلم ولا قال للقرآن كما قال نبيه الإسلام وشايفيني الكلمة الخبيثة ويقول لك نبيه الإسلام ما يقولش سيدنا محمد ولا يقول Uh можно يقول رسول الله ويقول لك نبيه الإسلام يعني كانوا يقول لدها ما ليش دعوة وأنا اصلا مش ماعترف بأنится الأمر ولا عازو بالله كلام في غاية الخطور وجاي بعدكده على قبرى الجرائد العلمانية ينشر تصرحاته ان القرآن بيقعد للتسليث وان القرآن في تعرضات وفي تنقضات وهو بيكلم عن كلامه نفسه لا يعقله اصلا ولا يعرفه بيقول ايه وبعدها بيومين يطلع ويقول ده انا كنت بتساءل يعني انا مش بقولين الكلام ده يقيني بس انا بتساءل رده علي يا سلام يا سلام سبحان الله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد في الاصفاد صرابيلهم من قطران قطران زي النحاس المغلي صرابيلهم من الودون بتاعتهم وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس بما كسبت ليجزي الله كل نفس بما كسبت اخواني في الله هم لما حربوا دين ربنا هم خلاص هم كفر وبيحاربوا دين ربنا ولكن احنا اخواني احنا احنا نفسنا لما نجيب مناج التعليم ونشير كلمة الفتح العثماني ونحط الغزو العثماني احنا نفسنا يا جماعة احنا نفسنا لما نفرح ونغفل على اشلاء ديننا يبقى احنا ايه حكمينها ايه فينا اللي بيفرح بالاحداث اللي بتمر بالاسلام لانه هيتاجر بيها وهيكسب بيها احنا بنعمل يا جماعة كل حاجة ابعاته اس ام سات انا مبتكلمش على قناة مثلا من القنوات اللي عملت حملة محاماة من اجل الرد على هؤلاء الشيعة وقالت بعاته اسمائكم عشان نعمل الحملة بسبب الله خان انا مبتكلم على القنوات اللي مش عاملة حملة اصلا تقولك بعاته 8 مليون اس ام اس ليه عشان تكسبه من وراء الحدث ليه ثم هما بيحاربونا بالقنابل واحنا نحاربهم بالاس ام اس يعني يعني ازاي حاربونا بدا واحنا نحاربهم بدا كيف يا اخوان كيف يا اخوان يحدث هذا وكيف يا اخوان يمر هذا وكيف يا اخوان لا نعقل ما يحدث يا جماعة يا جماعة انا قعدت مبارح اجمع كلمات المنفقين في القرآن اجمع كلمات اللي قالوها يعني يعني في في ايات القرآن الكريم واشوف احنا في المناء اللي يقولك ائذن ليه لا تنفروا في الحر لا تنفروا في الحر يعني انا عايز دين مكيف انا مش عايز دين في تعب وفي قلق وفي توطر في مشاكل هتولي وسيلة مكيفة لنصر الدين ربنا ما تجيبونيش وسيلة مرهقة وسيلة تنقص فلوسي وتنزل العرق وبالتالي طبعا اذا كان مش عايز ينزل العرق هنزل دم اللي بيقولك لا تنفره في الحر عشان ما يعرقش عشان شوقات ما ينزلوش يبقى بالتالي عمره ما ينزل نقطة دم لا تنفره في الحر ده شعار نسلين في ناس تانية تقول لو نعلم القتال اللي اتبعناكم هي فين المعركة دي زي اللي بيقولوا اذا بأنت وربك فقاتلة المعركة دي مش معركتنا معركة حشات معائشة مش معركتنا معركة حرق المصحف مش معركتنا معركة منع النقاب مش معركتنا معركة منع المقازن مش معركتنا معركة النايت كلاب على اسم مكة المكرمة مش معركتنا معركة شق السودان والصين مش معركتنا معركة حصار غزة مش معركتنا معركة اي حرب علمانية على الاسلام او تبني جريدة علمانية لاعداء الاسلام مش معركتنا احنا معركتنا لقمة العيش وتحصل لقمة العيش مش معركنا احنا في خطر حقيقة جماع احنا دلنا في خطر وعقدتنا في خطر احنا مش عايزين نعمل زي المنافقين اللي قالو للنبي عليه الصلاة والسلام اقذن لي ولا تفتني اقذن لي يعني انا قلبي واحوالي نهتم بنفسي انا مالي بالاحوال العامة انا مالي بالاضاءات كيفية احسنت فتن واحسن زوب واحسن اشوف فتن ولا ما بيقوله بنات من الاصفر يفتنوني اذا لي ولا تفتني يعني هو خايف على دينه هو مش عايز يشتغل ولا يقوم ولا يواجه عشان دينه خايف على دينه الشخص يا سلام اخواني في الله يعني الى هنا اترككم على بركة الله يعني انا نفسي اتحدث في نهاية هذه الحلقة عن هنعمل ايه لقضية جنوب السودان نداء واستغاثة لكل داعية من دعاة الاسلام عايزين يا جماعة نعمل حملة عايزين نتكلم يا اخواني جزء من قلب الاسلام يا اخواني هيتقطع في خلال اسابيع يا ايها الدعاء يا ايها العلماء يا ايها طلبة العلم يا دعاة الازهر يا دعاة المنابر يا كل المجالس الاسلامية العليا يا كل الجماعيات الاسلامية يا كل القائمين على امور الدعوة وامور النشاطات الاسلامية يا كل اصحاب القنوات الاسلامية يا كل اصحاب القنوات وكل اصحاب الاذعات وكل اصحاب المجلات والجرايد حتى من قلب الاسلام هتتقطع يا ترى هنعمل ايه ويا ترى هتقبل ربنا تقوله انا ما اتكلمتش على قضية يا رب ليه ما اتكلمتش عن مليون مسلم مش همينك مليون مسلم ومسلمة ما اتكلمتش عن ربع السودان ما اتكلمتش عن بوابة الاسلام لافريقيا ما اتكلمتش عن معاقل من معاقل الاسلام في التاريخ ما اتكلمتش ليه لماذا نترك هذه القضية تذوب وتضيع عايزين يا جماعة لو اي جماعية بتدعم الدعوة الى الله في جنوب السودان تتصل بالقنوات الفضائية تتصل بالقناة الحكمة تعرفهم الموضوع ايه تعرفهم ان اعمل ايه تعرفهم ندعمهم ازاي تعرفهم نعلن لهم ازاي تعرفهم نساعدهم ونأذرهم ازاي عايزين يا جماعة نوصل نوصل لكل اخواننا في السودان ونقول لهم احنا معاكم احنا معاكم احنا بنصركم احنا بنأيدكم احنا بندعمكم احنا معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى يعني المقترحات يعني حتى الان الواحد مصدوم في هذه القضية وحتى الان لا اعلم بالظبط ايه اللي احنا ممكن نعمله ولكن كل واحد منكم عارف حاجة ممكن يعملها عارف شيء ممكن يعمله ولو حتى افارة القضية ربنا يسددكم ويوفقكم وربنا سبحانه على ينصر الاسلام الدين بينتصر واللي بيعمله الحملات دول بيسلموا لما بيعرفوا الاسلام وجنوب السودان اللي كل التنصير ده فيه نسبة انتشار الاسلام فيه اعلى من نسبة انتشار النصرانية وعدد اللي بيدخول الاسلام فيه اعلى من عدد اللي بيدخول النصرانية والجريدة العلمانية اللي نشر التصريحات القصيص ضد الإسلام في مصر يعني دا بيدول الإسلام قوي ادي ايه علمانين دول ببصر النصارى ان دول اصلا يعني مش دين اصلا تخلوان ماتحدوا مع بعض ويقاظوا بعض ويحطوا ايدهم فيه بعض عشان الإسلام دا يدولك الإسلام قوي ادي ايه ويدلوكم السنة قوية ادي ايه ويدلوكم بفرض لله ربنا ممكن لنا في الارض قدي ايه ولسا ربنا هيمكن لنا طول ما احنا مع دننا وهنخلص لدننا وهنوأذر دننا وهندفع عن دننا يعني زي ما بدأنا حملة حملة ضد حرق المصحف من خلال قناة الحكمة ربنا قدر برضو ان الحملة ضد ضد انفصال جنوب السودان تنطلق بإذن الله سبحانه وتعالى من قناة الحكمة ربنا يبارك فيهم ويبارك في دكتور وسام يعني اللي بعتبره يعني والله حسيبه من المجاهدين وبعتبره من الناس اللي صمدت أمام تحديات شديدة جدا مرت بهذه القناة تحديات شديدة ربنا نجزيب كل خير وربنا يحفظ كل القائمين على هذه القناة وعلى كل القنوات الفضاء الإسلامية الناس والرحمة والحكمة والخالجية وصفة كلهم اذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث شوف كلمة فعززنا احنا تعزيز لبعض يا جماعة يا كل أصحاب القنوات الفضاء الإسلامية احنا تعزيز لبعض احنا مش تجار خايفين ان محل جديد فتح جمينا هياخد مننا زباين لا يا جماعة يا كل الدعاء احنا تعزيز لبعض يا كل الجماعات الخيرية احنا تعزيز لبعض اتعاونوا مع بعض وحطوا ايدكم في الدين بعض متواصلوا مع بعض زي الحركة الرائعة حركة ان بعض القنوات النهاردة ضم على بعض بفضل الله سبحانه وتعالى من أجل نصرة السيدة عائشة ونصرة قضايا الإسلام يعني يا إخواني الخطب عظيم وزي ما احنا شايفين جنوب السودان تلاتة وعشرين مذهب نصراني بيشتغلوا فيها تلاتة وعشرين مذهب نصراني الكل بيتعاون رغم ان كلهم مكفرين بعض والكل بيتعاون عايزين نتعاون من اجل نشر الدين الله ونصر الدين الله لو اي جهة شغالة في الدعوة في جنوب السودان ياريت تتصل يعني بقناة الحجمة بإذن الله سبحانه وتعالى او باي قناة اسلامية بحيث ان احنا ان شاء الله نشوف هنقدر نعمل ايه لدينا وهنقدر نعمل ايه في يعني هذه الحملة الاعلامية لي يعني عدم انفصل جنوب السودان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم احفظ دينك واعز اولياءك اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان ينتصر واذن لكتابك ان يحكم ان يحكم واذن للدهات اليك ان تفتح لهم الابواب اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا جنودا لك في الارض اللهم اجعلنا من جندك المخلصين اللهم يا ربنا اهدنا ويسر الهدى الينا اللهم احفظ السودان بكل اراضيه اللهم احفظ جنوب السودان اللهم احفظه من كيد النصارى اللهم احفظه من كيد أعداء الإسلام اللهم يا ربنا احفظ أراضي الإسلام جمعاء يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير ومن آياته خلق السماء والأرض والثلاف عن سنتكم وألوانكم